في الملف السوداني أفادت مصادر مطلع للحدث أن قوات الدعم السريع شنت صباح اليوم السبت هجوما واسعا على عدد من القرى الواقعة غرب مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور وقالت المصادر أن تلك الهجمات خلفت قتلى وجرحى من المدنيين كما تسببت المعارك بين قوات الدعم وبعض المجموعات المسلحة في موجة نزوح واسعة نحو مدينة الفاشر ومحلية طويلة وكانت قوات الدعم السريع قد فرضت حصارا من عدة محاور على مدينة الفاشر التي أعلنت الحركات المسلحة المتمركزة فيها تحركاتها لفك الحصار وفتح الطرق المؤدية إلى عاصمة شمال دارفور في سياق متصل تشارك فرنسا وألمانيا والاتحان الأوروبي في استضافة مؤتمر حول السودان للضغط من أجل إنهاء القتال وزيادة الاستجابة الإنسانية وذلك في الخامس عشر من الشهر الجاري تزامنا مع مرور عام على اندلاع الحرب في السودان في هذا السياق قلت منظمة Human Rights Watch إن على المجتمع الدولي ضمان محاسبة المسؤولين عن الفضائع المستمرة وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان وقالت المنظمة إن الانتهاكات في السودان تشمل القتل المتعمد للمدنيين على نطاق واسع والهجمات غير القانونية على البنى التحتية المدنية والعرقلة والنهب المتعمدين للمساعدات وهي أفعال تشكل جرائم حرب وأكدت Human Rights Watch أن كلا الطرفين المتحاربين الجيش السوداني وقوات الدعم السرية ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم أخرى كإعاقة إيصال المساعدات وأوضحت المنظمة أن تجاهل الأطراف المتحاربة الصارخ للقانون الإنساني الدولي تسبب في الوضع الإنساني الكارثي الحالي ومعاناة المدنيين في المناطق المتضررة بشدة من القتال ولا سيم الخرطوم والمدن الأخرى وأجزاء كبيرة من إقليم دارفور وفي الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في السودان قالت جاستين برادي رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا إن السودان يشهد واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم ونصف سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية نسؤول الأمم تحدث عن وجود تقارير تفيد بوقوع وفيات بسبب سوء التغذية في ولايات دارفور بعد عام شهدنا أكبر أزمات النزوح في العالم ستة ملايين ومائة ألف نازح في البلاد وقرابة المليونين آخرين عبروا الحدود خارج البلاد واقع الأمن الغذائي هو مصدر قلقنا الأكبر حاليا فلدينا تقارير عن مفايات بسبب سوء التغذية في ولايات دارفور وتقارير عن أشخاص يأكلون أوراق الأشجار ولا يأكلون إلا مرة واحدة كل ثلاثة أيام ما من شك أننا قد نرى العشرات إن لم يكن مئات الألاف من السودانيين يموتون بسبب هذا الصراع وبسبب المجاعة التي يمكن منعها ولايات دارفور الخرطوم وكردوفان شهدت أعلى التقارير عن الفضائع وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني وسيصبح الأمر قبيحا جدا وبوتيرة سريعة إن لم نتمكن من التغلب على تحديات الموارد وتحديات الوصول إلى المحتجين وبعد توقفها مدة عام بسبب الحرب في السودان تستأنف الدراسة يوم غد الأحد في جميع أنحاء ولاية البحر الأحمر وقال معلمون في مدينة بورسودان إنهم تسلموا كافة مستحقاتهم المالية استعدادا لعملية الاستئناف يشار إلى أن قرابة العشرين ألف نازح يعيشون في مائة وثلاثين مدرسة خصصة كدور إيواء وتسعى وزارة التعليم لدمج بعض المدارس من أجل استئناف الدراسة الوراء cruise في البحر الأحمر بحيث SAND هناك عشر المحليات المحليات التي فيها إيواء هي المحليات بورسودان وفي بورسودان أيضا نفسه جزء مع بورسودان كلها في بورسودان كان لم نتمكن من الآخر الآن المدارس خالية من الإيواء فالتسع المحليات الثانية لم يكن في أي مشكلة وفي المحليات بورسودان كانت تعليم غير الحكومة المدارس الخاصة بعلمات ابتداء متوسط ثانوي مدارسهم ما في أي مشكلة التعليم قبل المدرسة أو قبل المدرسة برضو ما في مشكلة ودير النازلين في المدارس نحن نتناظر لهم أن بعد المدارس يعني كل مدارس متجاورة أو في منطقة واحدة نحن نسكن الناس دير وطلالنا نوديهم في المدارس التانية بيشتغلوا بالنزام الدوامين ترجمة نانسي قنقر